يستعيد الآلاف من فقراء موريتانيا نعمة البصر بمساعدة طاكم طبي سعودي يتكون من 12 طبيبا ويجري مئات العمليات الجراحية مجانا لمكافحة عمى أبناء الفئات الفقرة نستهدف في المخيم الواحد فحص أكثر من 5000 إلى 6000 مريض وعمل 500 إلى 600 عملية جراحية والعملية الجراحية التي نستهدفها هي عملية المياه البيضاء لأن المياه البيضاء هي السبب الأكبر للعمى في العالم هذا الرجل من بين 5000 مريض يستفيدون من خدمات مختلفة يقدمها مخيم البصر السعودي هذه السنة وهو يشكر الله فقد تحولت ظلمات غطت بصره إلى نور جمعية السعودية سبق لها تنظيم 13 مخيما في موريتانيا وقد أجرت سابقا 6000 عملية جراحية ناجحة كما وزعت أدوية وعدسات لاصقة وقدمت استشارات لعشرات آلاف المرضى في موريتانيا خليل والجدود العربية